نبدأ أولا من الحادثة الأبرز حيث جاء منذ قليل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى موقع الحادث استمر وجوده حوال خمس دقائق استمع من القائمين على عملية إطفاء الحريق سواء اللواء خالد عبد العالم مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة وكذلك اللواء أحمد طيمور القائم بعمال محافظ القاهرة إلى آخر الجهود المبزولة في عمليات السيطرة على الحريق ثم غادر مباشرة المكان الجهود مازالت مستمرة سواء من سيرات الحماية المدنية التابعة لوحدات الإنقاذ السريع التابعة للقوات المسلحة أو التابعة لوزارة الداخلية وكذلك بعض سيرات التابعة لمحافظة القاهرة لإجراء عمليات التبريد للفندق الذي شبه فيه الحريق من الأساس وهو فندق مكون من 6 طوابق معظم غرف الفندق موجود بها أو معمول به مخزن للباعة للبضاءة المختلفة من مساهمة في نشوب الحريق أو سرعة امتداده بدرجة كبيرة إضافة إلى وجود نسمة من الهواء سهمت في انتقال الشرق من مكان إلى آخر من ما أدى إلى سرعة اشتعال المكان نحدد أو نؤكد أن المكان يسمى سوق باب شرق وفقا للقيادات الأمنية المسؤولة هنا عن المكان هو سوق باب شرق أمام شارع البصلة هو الذي اندلع به الحريق وامتد إلى عدد من المحلات التجارية حوالي 11 محل التجارية تعرضة للتلفيات جراء هذا الحريق الذي امتد إليه يمكن الحريق امتد من أسفل الفندق إلى أعلى نتيجة وجود بعض المتعلقات الخاصة بالباعة نتيجة يأخذ بعض الطيار الكهربائي من العمدة المنتشرة في المكان أو حول هذا الفندق ومن أحد العمدة تطير الشرر عمود موجود خلف الفندق تطير منه الشرر امتد إلى باقي الغرف الموجودة بالفندق من ما أدى إلى اشتعال النيران حاليا الباع الجائلين ومنذ الصباح الباكر بيقومون بأخذ المتعلقات الخاصة أو البضاع الخاصة بهم في الغرف المختلفة بالفندق ثم تحملها على عدد من السيارات إلى أماكن مختلفة أو حتى يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا المكان هناك سيارات الخاصة بالمحافظة تقوم برفع المخلفات الموجودة عمليات التبريد ما زالت مستمرة تعزات أمنية جاءت منذ قليل وذلك لعمل كردون أمني حول المكان نتيجة للزحام الشديد الموجود هنا ولإتاحة الفرصة للقوات الأمنية الموجودة ولسيارات الحماية المدنية التابعة للقوات المسلاحة والتابعة لوزاة الداخلية للعمل بحرية تملأتخنة أحيانا تتصعد بكثافة وأحيانا تقل لكن القوات الأمنية وقوات الحماية المدنية ما زالت مستمرة حتى يتم والتأكد من السيطرة التامة على هذا الحريق نعم عبدالله هل تطاير السنة النيران والشرار أدى إلى انتشار الحريق في أي مباني أخرى أم أن الحريق قاصر فقط على هذا الفندق بالفعل هو انتقل إلى بعض الأماكن انتقل لحوالي 11 محل تجاري موجود خلف هذا الفندق وبعض الوحدات السكنية تبعد أمطار قليل عن هذا الفندق لكن تم السيطرة بالفعل على كل هذه الحرائق الموجودة لكن الحريق الأساسي المركز هنا في الفندق بيتم العمل على تبريده بواسطة سيارات الحماية المدنية وأكد أنه على بعد أمطار خلف كان هناك حريق منذ خامسة أيام تقريبا في منطقة الروعي في حوالي 70 فرش لكن الحريق كان محدود وتم السيطرة عليه دون خسائر كبيرة عكس هذا الحريق الذي كانت فيه الخسائر كبيرة جدا كان تقدر بالملايين إضافة إلى بعض الإصابات التي أعلن عنها المتحدث باسم وزارة الصحة والتي تتعدى 75 حالة إصابة تم إسعاف البعض منها في المنطقة والبعض الآخر تم نقل إلى المستشفيات القريبة خصوصا لمستشفى سدنوي التي تبعد أمطار قليلة عن موقع الحارس عمليات الإخلاء الخاصة بالبضاع الخاصة بالباعة الجائلين ما زالت مستمرة كان يعني ما زالت الأمور يعني مستمرة أو عمليات الجهد مستمرة حتى يتم السيطرة على الحريق بالكامل وعدم عودته مرة أخرى نعم ماذا عن حركة المرور عبدالله خاصة وأن المنطقة منطقة سوق باب شرق تقع في وسط القاهرة وبالتحديد في منطقة العتبة نعم أنا أقف في نهر الطريق بالضبط وهو الطريق مغلق من الاتجاهين أنا في منتصف طريق شارع البوسطة أمام سوق باب شرق وعلى الجانب الأيمن موجود جراش العتبة المنطقة هذه مغلقة تماما أمام حركة السيارات لكن مسموح بعبور المشاة في هذه المنطقة وبالتالي ساهمت بدرجة كبيرة في حدوث تكدسات مرورية حول هذه المنطقة لكن كان موجود منذ قليل أيضا مدير إدارة مرور القاهرة لعمل التحويلات مرورية مختلفة لكن أنا موجود في نهر الطريق حاليا شارع البوسطة أمام الجراش أمام سوق باب شرق الطريق مغلق تماما بواسطة كردون أمني من مديرية أمن القاهرة نعم عبدالله باركات مراسل التلفزيون المصري كنت معنا على الهواء مباشرة أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى نيويورك في زيارة تستمر ثلاثة أيام لرئاسة وفد مصر خلال جلسات مجلس الأمن ويرأس شكري رئاسة أعمال مجلس الأمن في الجلسة الوزارية المفتوحة للمجلس حول موضوع مكافحة الخطاب الأيديولوجي للتنظيمات الأرهابية التي تقرر عقدها بمبادرة مصرية يشارك شكري خلال الزيارة في العديد من الفعاليات سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم والمتحدة بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية هامة مع وزراء خارجية عدد من الدول والمسؤولين بالأمم المتحدة عقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقاءا من خلال الفيديو كونفرنس بقادة وضباط وصف وجنود الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والوحدات الخاصة اللقاء كان قد بدأ بالوقوف دقيقة حدادا تحية لأرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة بما يقدمه رجالها الشرفاء من جهود وتضحيات لتأمين حدود مصر ومحاربة الإرهاب التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بقادة وضباط وصف وجنود الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والوحدات الخاصة من خلال الفيديو كونفرنس وذلك لتوحيد الرسالة والمفهوم والتواصل مع أكبر عدد ممكن من رجال القوات المسلحة حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا تحية لأرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة بما يقدمه رجالها الشرفاء من جهود وتضحيات لتأمين حدود مصر ومحاربة الإرهاب ونقل القائد العام تحية وشكرة وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للجهد المبذول والدور المشرف الذي يقوم به رجال القوات المسلحة للوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالية وكذا المساهمة في خدمة القطاع المدني مشيدا بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية في شتى المجالات حتى تستعيد مصر مكانتها الرفيعة أنا بشكل أهلا نسل تاني على أداة الرائع اللي كان نأخر بإكتزان شفناه واخر بإكتزان شفناها حضرناها كان يوم الخميس اللي فات لما شفنا هؤلاء الأبطال اللي اشتغلوا هناك وخلال شهرين بعد ما باتر اشتغلوا شهرين روح لشفنا الشكل العام اللي اشتغلنا للترداد يعني عاملين الزاد وإذا اندال على شيء يضل على مدى الترفيق والجدية والانضباط في الأداء وتحمل عالي أو مستوى العالي جدا من تحمل المسؤولية اللي خل شكل هو ده أداء القوات المسلحة هو ده أداء القوات المسلحة وهو ده حيفضل أداء القوات المسلحة إلى ما شاء الله في الاتجاه العسكري في كل مهانة قصة القوات المسلحة ثم أيضا في معارض وتنفيذ خطة من التنمية حتى تكون كل مؤسسة الدولة بدورها الكبير اللي في النهاية هي خلي مصر دي أحسن بلد في العالم وأكد الفريق أول صدقي صبحي على حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها وامتلاك أسلحة ومعدات حديثة متنوعة المصادر للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة لتكون قادرة دائما على حماية طراب ومقدسات الوطن وتكون صمام القوة والأمان كما وجه الشكر لأبطال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره وأنه لن يثنينا عن المعاونة في بناء وطننا وتحقيق الإنجازات المتلاحقة في مجالات التعمير والتنمية وأدر الفريق أول صدق صبحي حوارا مع رجال القوات المسلحة استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية ومواصلة الاطلاع والتفقيف المستمر والتمسك بالقيم والثوابت العسكرية وأن يكونوا قدوة في الانضباط والتضحية والتفاني وعوصاهم بالحفاظ على الأسلحة والمعدات وصيانتها بشكل دوري لتظل قواتنا المسلحة على أعلى درجات الكفاءة القتالية وقد أشاد القائد العام بما لمسه من الفهم الواعي العميق والإدراك الصحيح للقادة والضباط لكل ما يدور في الأوضاع الداخلية والخارجية من متغيرات وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة دور قوات مساحة محرية هي السبب الرئيسي بعش السبب الروحاني وهو حرص النولى عز وجل وحرصه بهذه الدولة السبب الرئيسي المادي هو أن يوجد بهذه الدولة قوات مصلحة وطنية منطقة بتحب بلدها جدا ما في قدامها أي اعتبار غير اعتبار واحد وهدف واحد وهو كيف نحافظ على أمن والتقرارات الدولة حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة تعقد لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربي اجتماعا طارئا بمقر جامعة الدول العربية لبحث سب المواجهة تصاعد العمليات العسكرية والقصف الجوي ومتابعة آخر تطورات الأوضاع في سوريا يناقش الاجتماع خلال جلستين آخر تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة ما تعانيه مدينة حلب جراء ما يرتكب من جرائم بحق المدنيين العزل في المدينة وريفها كان رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان قد أصدر بيانا أدان فيه عمليات القصف التي شهدتها مناطق متفرقة من سوريا ومستنكرا المماطلة الدولية في حل القضية السورية هذا ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا اليوم ضم وزراء خارجية فرنسا والسعودية وقطر والإمارات وتركيا لبحث الصراع في سوريا كان وزير الخارجية الفرنسية جان مارك روليت قد دعا الأربعاء إلى الاجتماع لبحث سبه الاستئناف مفاوضات الجينيف حول سوريا تم التواصل لاتفاق مبدئي لإنهاء إضراب نحو ثمانمائة سجين معظمهم من المعتقلين السياسيين في سجن حماه السورية حسب ما أفادت جماعات حقوقية وناشطون وقد يؤدي الاتفاق إلى صدور عفو والإفراج عن المحتجزين دون اتهامات الاتفاق قد ينهي تمردا بدأ الأسبوع الماضي في سجن حماه بوسط سوريا عندما تمرد سجناء سياسيون بعد أن تقرر نقل خمسة نزلاء إلى سجن صيدانيا لتنفيذ أحكام بالأعدام أصدرتها محكمة عسكرية يأتي هذا الاتفاق بعد تظاهر الأوضاع وتوجيه السجناء لنداءات للنجمة الدولية للصليب الأحمر في أعقاب قطع مسؤول السجن الكهرباء والماء وسط نقص في الطعام ووجود حالات طبية حرجة بين السجناء قال مسؤول إيراني عسكري اليوم إن طهران اختبر بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى قبل أسبوعين في الوقت الذي يتواصل فيه طهران تعزيز ما تصر على أنها ترسانة دفاعية محضة عملت طهران على تحسين نطاق ودقة صواريخها خلال العام المنصرم وهو ما تقول إنه سيجعلها قوة ردع أكثر فعلية برؤوس حربية تقليدية وقال الزعيم الأعلى الإيراني آيات الله علي خامنئي في مارس الماضي